نددت وزارة الخارجية الروسية بالاتهامات المزعومة بتأخير عمليات تفتيش السفن كجزء من صفقة الحبوب مضيفة أن تشكيل قائمة الضوابط والمرور ذات الأولوية يتم من قبل الجانب الأوكراني ونفت الخارجية الروسية في بيان مزاعمة عن وجود أكثر من مئة سفينة في المياه الإقليمية لتركيا ذات صلة بالمبادرة وأن متوسط وقت الانتظار يبلغ 21 يوما وكانت وزارة البنية التحتية الأوكرانية قد ذكرت أول أمس أن التصرفات الروسية المتعمدة لإرجاء عمليات تفتيش السفن أدت إلى تكدس مستمر لأكثر من مئة سفينة في مضيق البسفور